اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقعد ما شاء الله عليه انا كنت اقسمت ان انت مش هتفلاحوا ابدا انما يظهر انت يا ابن الشعراوي هتخليني اكفر عن يمين يوصول ثلاثة ايام اسمع كلامي يا متولي يعني بقولك قدام الشيخ صابر والناس دي كلتا بعد يمين ما ختم القرآن لازم يروح معه بل اظهر في الزجازين انا شايف اني ملوش سكة غيره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خذ يا حبيب كمل لي فلوس الحج كدي بجينا في الامان انت بجي تجدم على الحج وعبل ما يجي معادي السفر نكون كملنا المصاريف امين امينี่ امين 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 انا few pause على ما يقول لي امين انا من اليوم انا انا اسمي شيخ امين 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 امينちょوف امين الشاعروي سيذهب الازهرية بتاعة الزجزي Word ايه عارف أبو داري طمطم بالحكاية دي في البلد وإنت نوي تعمل ايه مع زغلوه لا أنا محتاجي زغلولي بقى معاه في الغيط يعني حتكسر بخاطره ابن متولي الشعراوي يبقى رايح جاي في البلد بالعمة والكاكولة وإنت ابنك اللي طالع في الغيط وجاي من الغيط خبره يا هنيه هو حيش شغل فيه حيش شغل في ملك وفي أرض وليه ما توضوش المهد زي أمين الشعراوي يوه فهمين يا هنيه يا مهد إحنا محلتنا جعب زغلوه الشعراوي عنده عيلات واحد يتعلم وواحد يزعلم وإنت يعني هتغلب لما تجيب نفر ولا اتنين يساعدوك في الأرض اللي ياخده النفر ابني أولى بيه ما هدنك لما يكمل علامه وحيستوظف يا أخوي هيخده تمانية جنيه في الشهر ايوه استوظف قال يعني حاكل تمانية جنيه هيصرف قده لغاية ما يتعلم ويستوظف اعتبره عجلي يا أخوي أنت مش بتجيب العجلي تصرف عليه لحد ما يكبر وتبيع وتكسب فيه يا ميلي معروف يا هنيا ما تخبطي ليش دماغي أنا عارف أن زغلول بيزن على دماغك غيران من ابني الشعراوي أنا مش عاملة على زغلول أنا عاملة عليك أنت بقى متولي الشعراوي اللي ما يحتكمش على إيرات ميل يودي ابنه الأزهرية وانت لطلع ابنك رايح يشتغل في الغيط مجي من الغيط يا منك يا هنيا لما تعوزي حاجة تحطيها في دماغك لازم تجبيه أنا عايزة لبلد كلتها تقول ابني قبس راح ابني قبس جيه مش ابني الشعراوي مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة ورحمة الله وبركاته شيخ متولي يا شيخ متولي أيوة أيوة عمى جابر مبروك يا أمين ألف مبروك الله يبارك فيك ختم القرآن وحيدخل المعهد الأزهري بتاع الزجازين الحمد لله ما قولك يا شيخ متولي قبل أمين ما يسافر ياخد كل طلباته من عندي ولا مش عايز تنفعني عندك إيه بقى يا عمى جابر عندي كم نكشة جداد ما نزلوش قبل كده فرقنا يا سيدي من عناية تفضل تفضل يا سيدي شوف اللي يعجبكو يا دخدوب على بعضون كده أنا روحت رازها رياب وما هدش يدينا سيبني بقولك أجيب لك حاجة تانية من اللي جو يا جابر يا ابن العم تقدر تعمل لي عملة إيه؟ يعني ما عمتش عايز طواجي تطور يا ابني في الحرفة وأميل لتواقية اللخفة يعني كده راحت علينا يا أمين إيه اللي بتقوله ده جبته منين يا أمين جيها للأرسالي يوم بقولك إيه يا أمين أنا حشوف لك شلال للعمة جوه شو؟ ماشي إيه اللي عرفت من الأشعار يا أمين ملا بقرق قصائم بتاعت أحمد شوقي اللي بتنزل كل شوية في الجريمة بنفتع عليك يا أمين أنا حفظت لحد دلوقتي أصل طيب يعني عليك يا ليل هتجد هملي إنت أما تحجج من حكاية الجرايد لسه عمنا في الدور أجيب هملة متسمعلي إنت تجيب الجرايد ونروح بهم للشيخ أحمد الطويل تسمحهم جدامه إبدا جيت يا بتولي؟ بقول لك إيه إحنا نزمن جبل ما نطلع الحيط تكون رساقة أمين في الزكازيك ورتبت له كل حاجة السكن قابل معها بس الحكاية مستكنه بس ده فيه أكل وشرب ومصاريف سفر عشان ينزل البرد كل أسبوع يعني العشرة جنيه ما تقدهوش في الشهر يا لهوي عشرة جنيه مال أصيبه يدمهدم في الغربة لحد يعرفه ولا هو يعرف حد يا جد يا بناشي طب طب والعمل يا متولي والمصيبة الدودة كلت نص الجد والسعر كمل على الباجة ربنا يجدرني واسد حج الناس اللي مأجر منهم الأرض يا ناظري واني أقول مالك ما انتش زي عويدك ومن دود واجول يا ربي هو زعلان ليه مال فين أمين طب شنطن النهار بيعمل ايه انت عايزه ليه سيبه يفك عن نفسه شوية قبل ما يخش في الجد يلا يا عبد العلوان الشرغالين يا جماعة يا بدري يا بدري أمين قلت اجا شوفك يا بدري تكوني عايزة حاجة أصلي اليومين الجايين هروح الزقزيق هدخل المعهد هناك أيوا اسمعت انت ليه يا بدري ما بقتيش تروح الكتاب وتسمع العيال وهما بيقر القرآن كفاية عليك كم صورة اللي حفظته واشوف أكل عيش بس انت خسارة يا بدري ده في عيال جوك كتاب مش حفظين زيك ربنا مش رايز للخير لو كان بخطري كنت حفظت كتاب الله زيك وجودته وقرته للعيال كمان عايزة تفتحي لك كتاب وتجيبي فرق وتمدي العيال وعمل ايه معاما؟ أم سكتة طول ما بديها اليومية نفسي ترجع الكتاب وتكمل حفظ واخد كل يوم علقة من أمي هي مش عايزة اليومية قادي بريزة بريزة بحالها تروح كل يوم الكتاب وتسمع من برها واما ترجع اخر النهار ادي لأمك اليومية وانت زبك ايه؟ وفي حاجة زي دي ده نزام ده خير أما الواحد يساعد في تعليم كتاب الله دي كبيرة قوي عند ربينا خدي كيفية أمين اللي خدته منك قبل كده هزدت الزايدة كله يلا يا بيت يلا يا بيت يلا يا بيت يا بيت يا بيت انت يا بيت بقى يا بيت وكما تتكلم وسايب الشغل طبعا رايق بقى اني مفيش فلوس النهار ده ويلا يلا 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 غور رواحة تندهر يلا 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 باشا قاعد مات يلا البريزة كل دهشة يلولوحدك يا متولي ومخبيه عني الحمد لله اللي بيجيبه ربنا طب ومعدين يا خور هنعمل اي دي الوقت مفيش حل غير اننا نعجل دخول أمين المعهد السنة قدي الجطن خلا بي يا لهوي بعد الواد ما عمل حسابه والبلد كلها عرفت لا يا بتولي اللا دي شوف لك حاجة تند لو عندي ملك كنت بيعتي كم جرات شوف حل ان شاء الله تستنوا هما جنين ولا اتنين سنة امين تكلفنا في المعهد ميجي نيه في السنة سمعان في البندر يسلفك اللي انت عايزه بالربة بالربة يا حبيبة هي الحاجة اللي بالربة ربنا يبارك فيها طب ومعدين هنعمل اي دي الوقت مفيش حل تاني غير اننا نأجل الحج السنة دي لحد ربنا ما اكتبهن والجرشين اللي معاكي هون في الكوبيه من دي جيتنا نادي 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 طول عمري معلم بزيارة النبي وحط ايدي على شباكو يبقى بعد ما جربت ابعيد ليه كده يا ربي ليه كده يا ربي ماهو يا دي يا دي يا حبيبة مالهاش حل تالي قلت لي ايه حاجه ما توضى وصل لي واسبها على ربنا هو اللي صرفها امين انت جيت امتى يا بناي؟ ليس باقي كنت فنتو للنهار ابوكسال عليك بلغيت يا ام عم تبيصي بيحلة الغلب لكيبت انا وزغلوني النورة وما كنتش عايز انزل مني طيب يا دناي خش خش غير هدوء شك يا رب يا رب دبرها من عندك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم خد يا متولي سد مصاريف أمين خد امشك متولي خد يا رب يا رب ما تحرمني منها يا رب اكتب لي زيارة بيتك حج بيتك وزيارة النبي وعدني وعدني يا رب قبل ما يخلص العمر شكراً لكم متحرك يا أمين ابو يا بيقولي مفيش وزي أزيق ركايب كلها عربيات حنطور كده زي الكيدة بتاعت العمضة بس منتحها عنها شوية ما تفضنا من السيرة دي بقى يا زغلوة الحق علي أني بقولك على البلد قبل ما تروحها ومين قالك أني عايز هروحها ده التقديم من الأسبوع الجاي ليتني لإني حيغربني ويبعدني الأرض ده أولى بيت انت فكر إن الكلام ده هيخيل عليك انت بتقولي كده عشان تهربني من المعهد وههربك ليه؟ لأي لو عاوز أروح هاخدك وانيش معايا انت عاوز تبقى لوحدك في البلد اللي دخل المعهد هنعجنك وخفزك يا أمين الزبت الجاي إن شاء الله الفجر هننزل الزجازيه عشان الكشف الطبي بتاع المعهد ما تتترى من الحدوع دي بجا يا عبا؟ انت إي حكايتك يا ولد؟ انت مش كنت مبسوط في حكاية المعهد دي ودائرة تجمع بيها في البلد هاي بالغربة يا ضناي مش متعود عليك ما انت كل أسبوع هتنزل دا جدوس تبات معانا للدين وحضرلك العيش والزفر والجبنة الجديمة وتاخدهم معك وانت راجع ما انت هتكون في الحجب يا أمي؟ احنا السنة دي مش طلعين الحجب المدرية ما وقتش على الطلق لي يا عبا؟ اش مال احنا موفوش علينا دا في ناس طلعة من البلد نصيبنا كده يا بنا كامبل انت في المعهد واحنا ان شاء الله السنة جاية نحيك مش هروح ياما الزجالين ومش هسيب دا جدوس عشان تبقى عارفين باب كيفك يا ولاة؟ ولا احنا احتحت عمرك؟ مرة تروح ومرة هتروحش يابا بيلاش السنة بروح السنة اللي بعدها يكون اخوي ابراهيم شد حيلة ويبقى جنبك في الارض ابراهيم حشد حيلة في السنة؟ ما تفهمني ايه اللي في دماغك؟ بدل اللافك والدوران صراحة يابا؟ اليومين اللي نزلت فيه من الارض بعد ما خلصت الكتابة لاجت روحي الفلاحة حلوة قوي يابا الفلاحة دي الغيرك انت ليك سكة تانية عالم في الازهر والناس تقول لك يا شيخ اميني ده سيدنا كل ما يشوفني يقول للودة نعمة حافظه عليها ومال يعني عمره ويسمعني كل ما عدلك؟ طوي عبوك يا اميني ما تزعلوش منك مش هروحي ياما الزجزيج يعني مش رايح هو انا يعني عشان سكتلك وواخدك على راحتك عايز تمشي كلامك عليك؟ بالراحة يا متولد على مهلك دلتة بالله العظيم انت رايح الزجزيج ودخل المعهد الازهري ولو حكبت حكتفك بحمل وحطك في شنط الترنبيل انت بصحيح مش عاوز تروح المهد ولا بتغيز ابوك عايز اقعد في الفلت يا اخي انا عاوز اقعد بس انت اللي عدبك فيها حاجة في دماغي محدش لي دعوة بيها طيب واللي يقولك على طول هتمشي اللي انت عاوزه بس ده لو انت عاوزه بصحيح يعني هتحك عليك يا زهرون اسمع يا سيدي انت بتوع ابوك وتحضر الكشف التبوي ازدق ازيل يوم السفر وبعدين تسقط في الكشف التبوي ابوك يرجع بيك على طول على البلد وصلت ازاي في الكشف التبوي الدكتور لما يبص على عينك يلاقيه حمره ورمه يسقطك على طول بس انا ايه مفاش حاجة اسمع بس يا سيدي انت الليلة الكشف تبدأ تطعاكم بالشطة والتماطم ما فيه ساحة زمن كله عين وعين بقد كده انت لسه صاح يا امين انت لسه صاح يا امين خشي نام عشان بكرة الكشف التبوي بتاع المعهد هالا هنا ايه اللي في عينيك ده؟ ولاش عرفني يا ابا كانوا كويسين الصبح عملت فيهم ايه ادعكتهم بالتماطم والشطة هون يعني حقزي نفسي يا ابا هون جمل اللي كنت بتعمله ادعك عينيك بالتماطم والشطة لحد ما تتعمي ادعك وبرضه هتخش المعهد الازاري بس قصب العميان عنده قصب عميان ان اصحاب الجنة اليوم في شبل فاكرون لهم فيها فاكهة لهم ما يدعون وامتادوا وامتادوا اليوم ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون القرآن كله مولانا القرآن كله طب كمل وراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس قصب العميان بس قصب العميان بس قصب العميان بس قصب العميان ابنك دي حافظ القرآن ومجوده كمان ومجوده كمان وملهم ما بيجراش عادي بس قصب العميان الحاجية يا مولانا هو حارن عن معهد وعايز يبعد في البلد ايوه انا قلت كده الوقت يا اخويا بيجرأ قاية ويسيب قاية ودي ما يعملهاش غير واحد حافظ ومتمكن في الحفظ انا يا مولانا اخرص يا جليل الحي غور من وشك ابشي قدامي ناجح اشتركوا في القناة 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 كل ديه كمان يا دناي هفتان باجالك ست ايام ايه خير كتدي يا امي ما تنعيش حمي بس الغربة صعبة وانت مش متعود عليه ربنا يقدرني يلا كده باجا ورينا شطرتك في المعهد عشان تراضي ابوك احسن لسه واخد على خطره مني اشتركوا في القناة ام فتحالة وجوزها بيحجوا السنادي ربنا يفرح كان نفسي تفرح ديهم يا امي كل واحد بياخد نصيبه انا عملت اللي اقدر عليه عشان الفلوس اللي انت محوشاها بيحج بيه بس ربنا مقرح تصدقهي امي قلت السنة بناجس المعهد اللي بتمنان وبرده مفيش فايد اللي عايزه ربنا بيكيه يعني الموال اللي انت عملته مع ابوك دي كان جزك به الحكاية دي ما تزعلش يا امي متعوضالك الدين ده فرجاتي وربنا يجدرني وحاجهك مرة واثنين وثلاثة يا دناي ربنا يخليك ليه يا حبيبي يلا يا زغلون عشان نلحق ناصل قبل العطل ولسه نجيب حاجاتي لما تنجي على ابوك جلو خد فهمت الحاجة من اللي خدت الجمعاتي كلتا تنك ويوه الحد مايزج وزجعدك في البلد انا خلاص خدت على البهر و بعدين اعاضي في البهر ما عدلوش فايدا اشتركوا في القناة ن automatism خدت فتو تلت سنين تسع دباشة كايدومان tänker بارح بيقولوا في القريدة لحكومة نوية تحي الزكر بتاعتو حيعملو له احتفال كبير طول عمروا بيقراض الحكومة والحكومة اتعرضوا الشمالة دلوقتي هيحتفلوا بيه العلم لغاية النهاردة استعبنا عليهم شمعت انهم في مئة وصيف هيحتفلوا بالذكرى بتاعتهم بلد بلد اللي طور رجبتها وخلى مصر كلها عرفتها ايوة طبعا سعد الزغلول كان راجل وطني بصحيح الله يرحمه ويحسن ليه سعد باشي بتاعنا كلنا ايه رأيوكو نحيي ذكرى احنا كمان هنا في البلد على رأيك يا كبيري البلد ونجيب كراسي وفراشة ونجومها ايه المصارين هلا ما نشوف حتة وسعاية نتلمي فيها وكل واحد يقول كلمتان وخلاص هلا جرأيه يا قباصي انت عشان هتغرم جينيه ولا تنين عايزة نقعد كلنا على الارض بلاش كل واحد يجيب حصيرة من داره ويقعد عليه يا قباصي يا قباصي الدنيا بتتغير انت عتفضل زي ما انته زغلول ابنك هياخد الابتدائية الازهرية السنادي مش يمكن يجيب حد من زملاء ويحضروا الاحتفال ساعتها يلاجى ابوه وفرش على الارض يا قباصي انا جيت امو الشيخ زغلول هي اديش وديه ومو بجى شيخ بالسهل كده ده انا جعدت اربع سنين كل شهر اكوعه جد كده الغداء اعمل حاج الله يفتع عليك يا ابني جلبنا اتحرك من الشاي يلا يا جماعة الله يفتع عليك يا ابن الله الله يفتع عليك يا ابن الله وما صل على النبي دعنا عمل ان شاء الله اه نتيجة اتأخرت قوي امي فرح تسأل عليها في الزجازيج جالولي لسه قدامها كم يوم يا سيدي خليها على راحتها خليها على راحتها ايه يا عم وانت ايه يا امك يا عم ما انت مال قيدك منه ولا ايه ممكن رمي طبطه رمي ايه ايه حلوة رمي طبطه اما محمد بتولي الشعراوي اس جد ايه يا خلاص باجع عليه العوة محدش ينجح السنة كله ار يا زغلول ار يا اخو انت بينفع فيك قره ولا بينفع فيك غيره طب دي احنا بجالنا رابع سنة على الحال دي وكل سنة انت برضو اللي بتطلع القوي والحكاية دي مزع علي الجو يا زغلول اه داني بس بضحك معاك دعابة يا محمد انا اسمي هنا في البلد امين لما نروح الزجازيج ابقى قولي يا محمد لما نروح اسد الميا كفاية على كده بلدك يا عمين انا لما بلاجي ربنا فتحها عليك ببجى مطسطه ونشرح اخر انشراه ايو الله ماهو لما الاول كل سنة بجى من بلدنا احسن ما ايه بجى من بلد ثاني انا عارف يا زغلول عارف مفكر الشيخ جداوي لما راهدلك قدام العيال انا كنت تسعيت عايزة انوت في كيرش من راخر غلطته وغلطته قدام الفصل كله ومسكتلوش انا بس حبيت افكرك يعني انا تكون شاهد في ضميرك حاجة من ناحيتي يا اخوي دايما عامل الحمد لله الذي اطامنا والحمد لله الذي اطقاننا دايما عامل دايما عامل يا رب ان شاء الله عالفة انا وشيفة فكرة كان يا اجبيدي البلد ان النحاس باشر هيسد بعد ساعة باشر ماهو سادي دهوبة قالوا كم سنة ده رجل طيب ومبروخ على الله باجه افتكرنا ويعمل لنا السكة اللي حطلعنا من بلدنا على الطريق الطوالي انت لسه متعشف في الحكاية دي ده كلام بنسمعه واحنا عيال جد كده السلام عليكم ما عليكم السلام عليكم يا بياضي الفضل لو كنت قدمت شوية كنت حيكت الغد ملحوجة هات يا سالم اكل من جوه لا متغدي يا شيخ احمد متغدي والله لا اللي يدخل دارنا لازم يأكل هات غدا يا سالم انت فين يا بياضي احنا قلنا منزلش البلد الجمعادي هو نقدر استغنى عند قدوس انت مش قلت حينجلك مساحة بتغمر عشان انت بججريب بدك مساحة مصر بني وبينك يا بو امين انا سحبت طلب النقل وقلت خليني زي مانا هي مصر برضه تتعوط بياضي وهو عا تكون لايف على حد هناك هايوا لايف على الشعرة على احمد بيت شوقي وحافظ به ابراهيم وعبد الحميد الديب بقعد معاهم وباحضر مجالسهم طب ما تشوف لنا حد منهم يقول قصيدة في ذكرى ساعد باشي اصل احنا حنعمل احتفال هنا في البلد اه وده كلام برضو يا شيخ احمد طب ما هو امين الشعراوي يقلف قصيدة ويقولها ويسمو واحد من البلد وامين ابني ما يتأخرش افضل ايوة امين الله يبارك لك فيه بيقول الشعر تمام بس الجصيدة لو جالها واحد من مشهورين حيبجالها شنة ورنة في الملك انت فاكر يا مياضي الجصيدة اللي قلتها عن ساعد باشا تعتحمد بك شوجي اه اني شعر اللي اصدق عليه ده ايه الجصيدة اللي جال فيها انت مخلفتش ولد ولا بنت لكن خلفت الصورة اه 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 ما تمنى غيرها نسلا ومن يلد الزهراء يزهد في سواها الله 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 طب ما تسمعنا الجصيدة من الاول يا بايا ايه دي حوالي ميت بيت الجريدة اللي نشرتها عندي في مصر الاسبوع الجاي هاجبها لكم معايا انا باجا هخليكوا تسمعوها امين ابني عفزها بيت بيت هاجبوا معايا يسمعها لكم ما تسمونا من الشعر والكلام دي دي دلوقتي وخلونا في المهم نشوف مصلحتنا انت باضي مش تقولنا اخبار السكة الجديدة ايه انت مش بتشتغل برضه في المساحة ايوه المشروعات دي مع واحد زميدي الاسبوع الجاي هاجب لكم اخبارها ايوه كده يا امين طول راجب تبوك جدا من العالم بس انت كان حاجك سألتني يا ابا دبل ما توعدهم بحاجة زي دي هو انت يا ابا مش حافظها انا مش منديك ريال عالقصيدة دي انا مستاش حاجة ابدا الريال دي بقى يامل كتاب الدنيا غليت دي قصيدة اربعة و بسعين بيتش يعني هاخد فيها ريال انت برضو يا متولي لازم تزوده شوي ده خلاص حياخد شهادة الابتدائية الازهريك لما ياخدها يا سيتة بجزوده هعمله تسعيره تانية لا نتفق من دلوقت يا ابا احسن ما اخلهاش بس انا مش عجبني حالك اليومين دور تقول النهار في الغيب يا باب ارضا عايزة تخدمه قول ما كناش نديه مش هتبلينا يا امين انا وابراهيم اخوك متولين الارض انت تجيب كتب السنة الجاية دص فيها عشان تدخل مستعدة يا ابا الاجازة دي للارض والدراسة او جاي وقتها ابوك عايزة ترتحم الشاجة يا امين انا بحب اشتغل في الارض يا ام بلاجي نفسي فيها اهو ده الكلام اللي بزعان انت مالكش غير الدراسة وواس وانا جسرت في المعهد يا ابا يا خوبي لا تجسر صاحب بالين كدار يا ابا انا بالوقت يلا عشان نروح لشيخ البلد شوفونك وفتال لضيف وطا جاية عدلة ما يلبس احسن العلمة والكاكولة عشان يبقى بجنته كده جدام الناس الكبارة بس انت يلبس اللي يعجبكم بس يلا بينا وهو لسه بدري يا ابا مش معادهم بعد صناعة العشق حنفوت الاول على ان عم الشيخ صابر اصلوا عنده دوربال وكانم في الدربة جال يومين وبعدين نطلع الشيخ احمد الطويل واني كمان هروح ازول مبادرية رجد عيانة يا كبدي والوحديها مفيش حد ينويلها حتى كوزمي اما الفين بالتاه دي باجة عروسة دايرة تلجت رزجها في العزة تطلع يا حبة عيني من طلعة الشمس ما ترجعش الا بعد المغري ربنا يا عينها خل يا المعمين الخمسين ساعة دول تديهم لمبادرية ماني لما بديها فلوس بتصعب عليها نفسها وتنزل بك ما انت مجرلهاش حاجة تسيبيهم جنبها ولما تخرجيه حتلاقيهم جنبها طيب يا متولي يلا يا أمين يلا مانا يا أهلا وسهلا أهلا بك يا شيخ صابر عرفت يا متولي ان الرؤية اللي اني شفتها الأمين انك متولد كانت صح قلتلك هيبجى عالم عالم مين يا شيخ صابر دا لسه ما خدش الابتدائية بس ربنا فاتحها عليه اني كم مرة تكلمت معاه في الجامع انما ايه حاجة تفرح ما شاء الله البركة فيكم في سيدنا لو في حاجة عدلة تبجاملناكم منهم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرالك اين يا بوي انت كل جمعة بتكبري الجمعة اللي فاتت انا شايف الجد كده انت بتحب السكر تجيل يا بامتولي ما انت عارفة كل حاجة اهو وانت يا امين زي يا بوي انا ما خليفش يا بوي في حاجة قبل انا ما عملتش الشاي تجيل عشان ما يبقاش مور انت اللي عملت الشاي وفيها ايه يا ابو وامك سبيتك تعمليه اصلها برا بتستكدى حاجة امام حرج عليها تشيل جشاية بتقول انها وحدانية تتخدموا بس مسميها الحكومة يعني هو انا يعني عايزة كده اه 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 حد يكره الراحة راحت ايه بس يا بامتولي اللي تخلي الواحدة زي جلتها فاض شكرا فضل يا امين فضل يا امين باليمين يا بابا باليمين فاضر يا نبوية اعمل ايه الحكومة عايزة كده ولازم اطوع الحكومة اه 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 انت يا بابا مش قولتلي ان فيه حديث عن الرسول عليه السلام عليه السلام بيقول تا يامانو يعني كل حاجة بتدها باليمين اي اي انا بابا انت حتعلم الشيخ الجامع اللي بيعلمنا كل حاجة انا بس بفكره يا بابا متولد وانت ازاي تسكت لها طبعا اعمل ايه دي الحكومة ومهاء السلطة واني باجى الشعب الغلباء عدم المؤاد دي هي اللي فضلت من اربعة ربنا يخليها لك يا عم الشيخ صابر ويبارك لك فيه عايزين نسمع بقى ابن الشيخ امين القصيدة بتاعت سعد باشا من اولها الاخرها انت ايل انها تجي بالبيت خلي بالك هنعد عليك ها؟ شياعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها ليتني في الركب لما افلت موسيقى 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 حضنت معشك والتفت به راية كنت من الزل فداها ضمت الصدر الذي قد ضمها وطلق السهم عنها فوقاها وطلق السهم عنها فوقاها عجبي منها ومن قائدها كيف يحمل اعزل الشيخ حماها الله 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 يا سلام على الكلام الحلو يا سلام يا جماعة بس بصراحة باه سعد باشا اكبر من كل الكلام ده مهو شوجي بيه بيعترف بكده بيقول في اواخر القصيدة اين مني قلم كنت اذا سمته ان يرثي الشمس رثاها خانني في يوم سعد وجرى في المراث فكبى دون مداها الله 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 ايه رأيك الويسي عدد كم لحدد الوقت لا امين ما شاء الله عليك ربنا يفتح عليك امين في حاجه كنت عايزة يا' عم الشيخ صابر ماعرفش الكتط صح ولا غلط قولي أمين أنت كنت بتقول في الخطبة أن ربنا سبحانه وتعالى كرم ليلة الأدر وخلها خير من ألف شهر عشان نزل فيها القرآن مشان اللي بقول ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم صدق الله العظيم أنا الكلام ده بفهمه بطريقة تانية بطريقة تانية؟ فهمني أمين ليلة القدر من الأول مش زي بجية الليالي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها ورفع مكانتها جبل ما ينزل فيها القرآن الآل كريمة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني الليلة دي كانت موجودة من الأول وربنا اصطفاها ورفع مكانتها وسمها ليلة القدر جبل نزول القرآن فيها مش بسبب نزول القرآن فيها وبعدين اختارها عشان ينزل فيها القرآن لأنها أفضل ليلة الكلام ده برضو بنفهمه من سورة الدخان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني الليلة كانت مباركة من الأول كده ولا إيه عم الشيخ صار انت جبت الكلام ده منين يا أمين جيه في دماغي وانت بتتكلم عن الليلة دي ربنا يعين أبوك ويجدره عشان تكمل تعليمك عارف يا أمين أنت إن شاء الله حيبجلك مستقبل كبير جوي أمين 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 يا رب العالمين أمين أمين بارك لنا في الطيبين أمين أمين كلمصلحين الصالحين أمين أمين ياخذت إيدين المسلمين أمين 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 اجعل دعانا مستجاب أمين أمين وبنرخطة أهل الكتاب أمين أمين افتح لينا من شبل العزاب أمين أمين وحسن كتاب المسلمين وحسن كتاب المسلمين أمين 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 أرزقنا تاني بشيخ جامل أمين أمين يخن سند ويخن دالي أمين أمين بسماحيت بوجه الجامل أمين أمين تهدينا للخر أجمعين أمين 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 نمشي في رحابك يا عظيم أمين أمين على سنة النبي الكريم أمين أمين تجمعنا جناتنا